أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على أهمية الحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال إنتاج الأدوية والتعاون بين المؤسسات لتدليل أي عقبات تعترض عمل القطاع الدوائي ولفت جلالته خلال لقائه في قصر الحسينية مع ممثلين من قطاع الدوائي أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات مع مختلف ممثلي القطاعات الصناعية إلى أن القطاع الصناعي يعد مساهما رئيسا في تنمية الاقتصاد الوطني من جهته بيّن رئيس الوزراء دكتور بشر الخصاوني أن عدد العاملين في القطاع الدوائي يصل إلى نحو سبعة ألاف عامل وعاملة ويساهم بنحو خمسمائة مليون دينار من الناتج الإجمالي المحلي بدوره قال وزير الصناع والتجارة وتموين وزير العمل يوسف الشمالي إن الحكومة تعمل على تجيع البحث والتطوير وتتبنى سياسات محفزة لتجيع الاستثمار بالقطاع بالتزامن مع حوسبة الإجراءات والأتمثة في جميع المعاملات واستمع جلالة الملك من ممثلي القطاع الدوائي إلى شرح حول رؤية القطاع في تعزيز دوره ضمن الصناعات الوطنية وأبرز ملاحظاتهم الهادفة إلى تطوير العمل لزيادة الإنتاج الوطني من الدواء والعمل على ترويجه لتحسين مستوى الصادرات وزيادة فرص العمل ترجمة نانسي قنقر